اشتركوا في القناة بحيث تعددت واختلفت اسباب وفاتهم فمنهم من توفي في الملعب ومنهم من توفي بسبب المنشطات والمخدرات ومنهم من توفي عن طريق حوادث اخرى كسقوط طائرة او حادث سير مثلا اما في هذه الحلقة فنذكر لك عزيز المشاهد بعض اشهر لعبي كرة القدم الذين تعرضوا لمواقف غاية في الخطورة ناجوا خلالها من موت محقق واكيد بكل تأكيد من منا لا يعرف او على الاقل لم يسمع اللعب يعتبر بالنسبة للكثيرين كافضل من انجبت الكرة الارجنتينية والصحيرة المستديرة على الاطلاق وبالرغم من الشهرة الواسعة لهذا اللعب المخدرم الا انه كان مدمنا لانواع كثيرة من المخدرات كالهروين والكوكايين بالاضافة الى عدة انواع اخرى من المخدرات والمنشطات بحيث قد وصل به ادمانه لتلك السموم الى دخول المستشفى في احد الايام وهو جثة هامدة بين الحياة والموت ولولا العناية الالهية ثم تدخل الاطباء الذين تمكنوا من انعاشي قلبه في الوقت المناسب لكان الان محسوبا من الموت النجم الانجليزي بول غاسكوين يعتبر النجم بول غاسكوين من افضل لعب خط الوسط الانجليز على مر التاريخ وبالرغم من موهبته الكروية الفذة الا ان غاسكوين كاد ان ينهي حياته بسبب الخمور بحيث قام غاسكوين باحتساء ما يعادل زجاجتين كاملتين من الخمر بمفرده وهو الامر الذي ادى الى توقف جميع الاجهزة الحيوية داخل جسده وكاد ان ينهي حياته تماما ولولا سرعة وصول سيارة الاسعاف الى منزل النجم الانجليزي والتي كانت سببا في انقاذ حياته لكان اليوم في خبر كان النجم الاسباني فرناندو توريس يعتبر النجم الاسباني فرناندو توريس مهاجم اتليتيكو مدريد حاليا ونجم فريقي ليفربول واتشيلسي سابقا بالاضافة الى المنتخب الاسباني والذي تويج معه بكأس العالم 2010 احد النجم الهدافين القلائل الذين عرفتهم الكرة الاسبانية ومن قصته انه تعرض لحادث خطير ومميت وذلك اثر اصابته بارتجاج في الجمجمة وذلك خلال مباراة بالليغة الاسبانية ضد فريق ديبورتيفولا كورونيا وذلك عندما اصطدم رأس توريس برأس لعب وسط فريق ديبورتيفولا كورونيا اليكس بارغانتينوس فسقط ارضا وفقد الوعي وكاد يبتلع لسانه ثم اخرج على حمالة ونقل بسيارة اسعاف الى اقرب المستشفيات حيث خضع لفحوص دقيقة لينجو يومها من موت محقق عزيزي المشاهد اذا اعجبتك الحلقة فارجو ان تشترك بالقناة وشارك الحلقة مع اصدقائك واحبائك وان كنت مشتركا من قبل فاضغط على زر الجرس الموجود امام زر الاشتراك ليصلك كل جديد شكرا لك